السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هاد الفيديو رايحين نحلو موضوع لغة خاباج or the catch up exam معنتها تلاميذ اللي ما تحستوش على المعدل الكافي رايحين يدخلو الى الامتحان اللي به يعودو يطلعو المعدل انتحهم اللي هو لغة خاباج or بالانجليزية نقولو catch up exam هذا موضوع لسنة اولى متوسط نتمنى ان شاء الله هاد الموضوع يفيدكم نشرحوه ونحلوه مع بعض نبدو على بركة الله بسم الله مرحبا اسمي سالي عمري 11 سنة وأنا تلميذة أذهب الى المدرسة خمسة ايام في الأسبوع at the weekend I don't go to school في الويكان نهاية الأسبوع ما تروحش لمدرسة ما يقرعوش on friday I go to the park to play with my friends at around 10 o'clock يوم الجمعة and I go to bed and I go to bed at 10 p.m لاشية تلعب في الكمبيوتر ألعاب ومبعد تسمع الموسيقى وتروح ترقد العشرة تعليم on saturday I stay at home إذن الجزء الأول الخاص بالreading comprehension I read the text and choose the right answer the text is about على وش هو يتحدث النص my daily activities my mother's daily activities ولا my daily activities at weekend خيره النص على وش رهو يتحدث هنا my معنتها على sally أوكي ماشي عليكم انتوما activity two I read the text then say true or false true صحيح false خطأ sally goes to school seven days a week sally goes to the park at the weekend sally plays computer games in the morning والرأي الصحيح ندروا أمامها true والخطأ ندروا أمامها false من النص بطبيعة الحل ركزوا مليح نروح الآن activity three I write A, B, C, or D under the corresponding picture عدنا أربح صور مع أربح جمل كل جملة نكتبوها تحت الصورة المناسبة انتحها She helps her mother in the kitchen تساعد أمها في المطبخ She prays راهي تصلي She does her homework راهي تقوم بالفروض المنزلية انتحها She listens to music راهي تسمع لي الموسيقى كل صورة حطوا تحت هالنشاط المناسب انتحها ركزوا مليح التمرين عليه أربع نقاط نشوفو التمرين الموالي I complete the table using information according to the text عدنا time العشرة I am event وشنوه النشاط اللي تقوم به سالي على العشرة I am عدنا go to bed على قداش تروح للسرير انتحها حوسوا على التوقيت المناسب في النص الإجابة كامل راح تكون من النص نشوفو التمرين الموالي task 5 I choose the correct answer تخيروا الإجابة صحيحة I get up ولا get up at 7 a.m He play ولا he plays football I has or have breakfast she do or does her homework it is ولا it are a nice day خيروا الإجابة الصحيحة task 6 I put the words in the right box عدنا الثلاثة كلمات فيهم الأخير as نشوفو الاس ينطق as ولا z ولا is حطوا كل كلمة في الخانة المناسبة انتحها على حسب النطق نتعى final as نروح نشوفو الوضعية الإدماجية I complete the paragraph about Harry's daily activities at the weekend عدنا فقرة حول Harry والنشاطات اللي قوم بها في عطلة نهاية نشاطات عفوا daily activities at the weekend نعم نشاطات اللي قوم بها في عطلة نهاية الأسبوع عدنا bed breakfast 12 o'clock homework computer games and music وعدكم الفقرة هنا فيها فراغات تعمروا الفراغات من خلال المعطيات المقدمة On Saturdays I usually get up at about 9 o'clock I have and then I play or listen to at I have lunch After that I do my in the evening I watch TV with my family and I go to at 10 o'clock عمروا الفراغات إذن هذا هو الموضوع هنا ما عليكم غير توقفوا الفيديو تحاولوا وحدكم في ورقة مسودة ثم تقارنوا الإجابة نتحكم بالإجابة الموالية اللي راهي في آخر الفيديو تبعوا للأخير بها تشوفوا الأجوبة نتحاد الموضوع إذن هنا عدنا الحلول The text is about my daily activities at the weekend Activity 2 عدنا false, true and false إذا طلبوا مننا نصحوا الخطأ نصحوا التمرين الموالية الصورة الأولى She does her homework الصورة الثانية She listens to music الصورة الثالثة She helps her mother in the kitchen تساعد يماها في المطبخ والصورة الأخيرة راهي تصلي إذن she prays كل صورة مع النشاط المناسب انتحها التمرين الموالية عدنا She goes to the mosque at 10 a.m. and she goes to bed at 10 p.m. p.m. معنتها في الليل هذا هو الفرق ما بين a.m. و p.m. I get up He plays I have She does and it is هنا خيرنا ما بين قوسين الإجابة الصحيحة أما بالنسبة للنطق عدنا gets as has that and washes with ease والوضعية الإدماجية عدنا الكلمة الأولى هي الفراغ الثاني computer games with music at 12 o'clock I have lunch after that I do my homework in the evening I watch TV with my family and I go to bed at 10 o'clock إذن هذا هو الحل نتمنى إن شاء الله هاد الفيديو مع الشرح والحلول اتفيدكم وتستفادوا وربي يوفقكم وينجحكم وإن شاء الله تطلعوا ويجيبوا عامكم أترككم في رعاية الله وحفظه قوال آخر